التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي نارشكن تناول الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية وعلى رأسها سبل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط في ظل الأزمة في قطاع غزة وما تشهده المنطقة من تصعيد للتوتر الإقليمي وخلال اللقاء تم التأكيد على رؤية مصر بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية باعتبار ذلك الخطوة الأساسية لنزعفة للتوتر الإقليمي مع التشديد على أهمية التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه العنيف على مناطق متفرقة بقطع غزة وأوضحت مصادر فلسطينية أن قصفا استهدف منزلا بمخيم وسط مدينة رفح مما أسفر عن شهداء ومصابين كما استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مسجد أبو بكر الصديق في حي الصبر جنوب مدينة غزة من جانبها أعلنت فصائل فلسطينية أنها تمكنت من قنص جندي إسرائيلي في بيت حنون شمالي قطع غزة من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنود وحدة النخبة في سلاح الجوي بجروح خطيرة في اشتباكات شمال قطع غزة يجتمع مجلس الأمن الدولي غدا الخميس للتصويت على طلب السلطة الفلسطينية العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة وجاء في تقرير اطلعت عليه رويترز من لجنة في مجلس الأمن تنظر في الطلب أنها لم تتمكن من تقديم توصية بالإجماع بشأن ما إذا كان الطلب يفي بالمعايير من جانبها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توميس جرينفيلد إنها لا ترى إمكانية مشروع قرار بالأمم المتحدة يوصي بأن تنال السلطة الفلسطينية عضوية كاملة في المنظمة أن يساعد على الوصول إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني أعلنت الأمم المتحدة أنها ستوجه اليوم نداء لجمع 2.8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال العام الحالي وأعلن أندرياد دومينيكو منصق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أن 90% من المبلغ مخصص لغزة واضحا أن الخطة الإنسانية للعام الحالي قدرت بداية بـ 4 مليار دولار لكنها خفضت إلى 2.8 مليار دولار بسبب صعوبة إيصال المساعدات الإنسانية قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إذا أتدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان له أن استمرار عنف المستوطنين الإسرائيليين وترهيبهم وتدمير المنازل والممتلكات للفلسطينيين أمر غير مقبول داعيا إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال إلى تكثيف الجهود لمنع تكرار عنف المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين وضمان محاسبة مرتكبي تلك الجرائم قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفن إن بلاده ستفرض عقوبات على برنامج الصواريخ والطائرات المسيرة الإيراني وأعرب سوليفن عن توقعه بأن يفرض حلفاء واشنطن عقوبات أيضا على إيران وأكد سوليفن أن الولايات المتحدة ستواصل تعزيز تكامل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي والإنذار المبكر في الشرق الأوسط لتقويض فاعلية قدرات الصواريخ وطائرات المسيرة الإيرانية تستضيف السعودية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة مفاوضات جديدة لوضع حد للحرب في السودان التي دخلت عامها الثاني وأوضحت الخارجية الأمريكية أن إعلان خبر استئناف المفاوضات تم في باريس الأثنين الماضي على هامش مؤتمر دولي تمكن من جمع أكثر من ملياري دولار للسودان انتهى موجز التاسعة وعود الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يومصر بعد الفاصل